لما الإنسان يأتي إلى الله رب يخلص أرواحنا ويفتدينا ويعطينا نظر جديد في الحياة لكن هذا لا يعني أنه بطريقة تلقائية شوفينا على كل الأسعادة هذه كما قلنا هي الاستثناءات المعجزات وليست لأجل ذلك لو أنت بدك تقود السيارة من مدينة ألف إلى مدينة بي بعيدة ساعتين باتجاه الغرب وإنت لسبب من الأسباب اتخذت اتجاه الشرق لمدة ساعة واكتشفت أنك غلط واعترفت أنك غلط وأخذت اليوترن هذا لا يعني أنك ستقفز مباشرة وتصير في المدينة بي إنت لازم ترجع إلى المدينة ألف وإنين تمشي باتجاه مدينة بي مهم أنك تدرك أنك على خطأ تدرك أن السرعة والإتجاه خطأ وتوقف وتعترف وتأخذ اليوترن وبعدين فيه طريق للعلاج لماذا ذلك هناك خلاص يعمل مسيح في حياتنا لكن فيه وقت يهذب فيه أرواحنا وتفكيرنا وأولوياتنا وماضينا كمان وماضينا وشخصياتنا وبالتالي علاقاتنا وفيه ناس بيضلوا كل عمرهم علقانين على اليوترن أو برجع لنقطة الانطلاق لكن قلائلهم الأشخاص اللي بيعيشوا حياة التقديس بطاعة الرب والرب غير ناس أول مرسل أرسلوا المسيح أول مرسل أرسلوا المسيح على السيفي تبعوا كان مكتوب نقطتين شو خلفيتك مجنون سكنك قبور مسلكك عريان مجرح نفسي وللآخرين لأضبط الرب غيروا طرد منه الشياطين وأرسلوا مجنون كورة الجدريين فيه تغيير أحيانا جزري وفيه أحيانا تغيير يبدأ المسيح العمل عليه ولا ينتهي بنا إلا حين نغادر هذه الحياة وهذا حياة النمو حياتنا المفروض حتى نكون مشابهين صورة ابنه فهذا بروسس لكن فعلا فيه ناس بالخدمة نشوف فيه ناس بتتغير وبيتغلبوا فيه ناس جايبين الماضي معهم فمحتاجين شغل صحيح ونحن دائما إذا نخلي أمامنا الصورة إلى أين نريد أن نصل أنا كنت روح على الجيم معظم الأحيان دروح على البسكليت يما هذه السجالة اللي بتبرم تبيروا له فأنا ووقف وبمشي وقت بيأخذ معي شي بتفرج عليها وبتسمع عليها وقت أمامي فيه هؤدي الأفضيات الأفضاء اللي عم بيشيروا الأفطال لكن انتبعت أنه إذا تجهوا لهذا الاتجاه أو هذا الاتجاه في الغرفة تبعهم إما هناك التيفي شاشة وإما هناك صورة لأرنولد واقف وهو بيطلع عن طلع فيه وعم يشتغل وكأنه عم بيقول أنا بحب بصير مثل هذا الشخص لو نظر لإلي ما عنده كتير محرد أنه بشوف حاله أحسن مني يكتفي بس دائما أمامه هذا الشخص الفضيع نحن وأمامنا صورة المسيح مش بشكله ما بنعرف شكله ومش مهم مثل بعض الأديان قرأت كتاب تبعهم الحديث يقرؤون كيف دخل النبي إلى التولات كيف نظف نفسه وبأي رجل وأين اتجاه وبيحاولوا يقلدوه السلفي المزبا أنا لا يهمني المسيح كيف دخل للتولات لا يهمني أبنا أن يهمني كيف أدخلني إلى السماء لا أدخل شخصيته أربياته صفاته تماما حياته أفكاره مش شكله كيف كان يفرق شعره على النص أو على جنة طويل أو قصير لو المسيح كان يعيش في أيامنا لما عاش ولبس كما لبس يحن المعمدان من 2000 سنة أنا أظنه كان يلبس تي شيرت وجينز لأنه كان بسيط ويذهب إلى السوق يتعامل مع هالناس المحتاجة شخص وفكر فلما نحن عنا مثال أعلى الشابين التسوق والسيارة الأكثر حداثة والبيت الأجمل والأكبر والممثلين والفنانين وهذا سأطعب كما هم تعبنين وأنهار ما عم بتهمهم بشيء سيء لا ولكن الناس اللي يعيشوا بحالي من الشهرة يعني بيكون تحت ضغوط كثيرة وحياتهم كتار منهم صعبة لكن لو أنا كان مثالي المسيح وابتدأت في الرحلة معه المسيح سيعطيني سلامه قال سلاما أترك مع الصليب حملنا الصليب لكن مع الصليب قال حملي هين وخفيف ليه لأنه صرت عم تتألم لكن لأجل هدف نبيل وسامي وأبدي وإله معنى وراقي ونظيف وطاهر ولس تتألم بس لحتى تسابق العالم مثل بقوله بالإنجليزي سبق الجرذان على الجبن اللي تناتشها هذا ورح نحكي فيه ما بعد إذا شاء الرم في حلقة عن الضغوط عن الضغط والإجهاد موسيقى 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 موسيقى